سؤال اليوم سؤال اليوم آية في سورة البقرة تحوي الأحكام الثلاثة للميم الساكنة وهي إضغام المتماثلين الإخفاء الشفوي الإظهار الشفوي فما هي تلك الآية؟ الجواب الآية هي قال تعالى والأحكام وردت في لكم من إضغام متماثلين جاءت ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة لستم بآخذيه إخفاء شفوي جاءت ميم ساكنة وبعدها باء ما كسبتم ومما إظهار شفوي جاءت ميم ساكنة وبعدها واحد من الحروف غير الميم والباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر